السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now we will show you the new part of the first chapter. نحن نتحدث عن unit factors الذين يسمونها متجهات الوحدة unit واحدة يبقى متجهات الوحدة unit factor ذي يبقى متجهات الوحدة unit factor is a dimensional كلمة less هنا لما تضيف الى اي اسم تلغيها معه. dimension يعني بعدي dimensionless غير بعدي يعني الونت المتجهة الوحدة يبقى dimensionless factor With the magnitude of exactly one يعني مقدار هذا المتجه هو بسواحد The unit vectors are used to specify a direction and have no other physical significance The unit vectors متجاعة الوحدة تستخدم دائماً عشان نحدد الاتجاه وليس لديه أي معنى فيزيائي آخر And have no other physical significance The unit vectors are the symbols الرموز بتاعتها عبارة عن I, J, K The symbols I, J, K represent unit vectors تمثل أو تعبر عن متجهات الوحدة طبعاً هي عبارة عن متجهات هذه المتجهات الوحدة هي عبارة عن متجهات perpendicular vectors متجهات عمودية Is in a right-handed co-ordinations متجهات عمودية Perpendicular يعني عمودي وكما قلنا المغنيتوب بتاعتها بساوي كام Exact the one يبقى Add the i برموز لبرامز كده هو Add the i يبقى ده عبارة عن متجه الوحدة i مقداره مدام حطيته في القوزة كده يبقى يساوي واحد ده نفس الكلام A J بساوي one نفس الكلام وكما قلنا المغنيتوب بتاعتها بساوي كامل لبصنا على هذا الشكل ده ده i هو متجه الوحدة في اتجاه x الج متجه الوحدة في اتجاه y الك ده عبارة عن متجه الوحدة في اتجاه z يبدأ عبارة عن i والج والك اللي هي عبارة عن represent unit factors مثل متجهات وحدة عندنا ax طبعا هنا ده index يعني x من تحت كده إذا same as axi هي نفسها تمام axi and ay إذا same as ayj ax عبارة عن ax في الاي لو ضربنا ax في الاي هي عبارة عن ax يبقى هي axi عبارة عن متجه الوحدة في اتجاه x مقدار المتجه تمام في اتجاه x مضروف في unit factor in the x direction في اتجاه y في اتجاه x وهذه هي مقداره ax مضروف في الاي اللي هو عبارة عن unit factor in x in ax axis في اتجاه x أو في اتجاه محور x ده يساوي ده يساوي ax اهو مركبة المتجه في اتجاه x مركبة المتجه في مين في اتجاه x نفس الكلام ay اللي هي مقدار المتجه the magnitude of a vector a and y axis مضروفة في j اللي هو متجه الوحدة unit vector of a and y axis ده كله يساوي ده يساوي a y ده يبارة عن مركبة المتجه في اتجاه y و y component وبالتالي complete vector can be express as وبالتالي المتجه الكل الذي يمكن أن نعبره عن آد المتجه المتجه كما نقول أن الآد المتجه يمكن أن نعبره عن ax ay و ax يساوي ax y y y y y y y l y y y ar c y y y y y y y y y دامق دار مقدار مغنيتيود ونفس الكلام دامق دار مقدار ال a في اتجاه x يبقى احنا كده ازاي نعبر عن المتجه بدلالات المتجهات الوحدة شكرا لكم ونلتقي المرة القادمة ان شاء الله